وكان جلالة الملك المفدأ حفظه الله ورعا قد وجه في عام 2011 ميلادية لعقد حوار التوافق الوطني سيرا على نهج التوافق الذي تأسست عليه الأشواط التي حققتها المملكة في مسيرتها الإصلاحية وللتعامل الفاعل مع أي تحديات قد تطرأ وقد نتج عن الحوار في حينها تنفيذ 261 مرئية بما فيها 20 تعديلا دستوريا وفي عام 2013 أمر جلالته باستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي وقد استمرت جلساته لمدة عام دون تحقيقه للنتائج المرجوة مما ترتب عليه التوجيه السامي من جلالة الملك المفدأ بتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمباشرة الاجتماعات مع جميع الأطراف المعنية بالحوار للعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت الحوار الوطني وقد التقى اسموه بالأطراف المعنية وتم وضع بنود لجدول أعمال المرحلة القادمة والتي شملت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والدوائر الانتخابية والسلطة القضائية والأمن للجميع ومن ثم كلف اسموه معالي وزير الديوان الملكي بعقد اجتماعات ثنائية مع جميع الأطراف لمناقشة تلك البنود بعد الاجتماعات الثنائية التي أجرها معالي وزير الديوان الملكي مع كافة الأطراف المعنية بالحوار وجمع مرئياتهم تم تشكيل فريق فني لبحث الأمور التفصيلية المتعلقة بتلك المرئيات وتم عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الأطراف المعنية وبعد تحليل المرئيات ومناقشتها تم التوصل إلى قواسم مشتركة لمرئيات الأطراف المشاركة وتم تسليمها إليهم وهي كلاتي تهدف هذه السياغ التوافقية الوطنية إلى مواصلة نهج البناء والتقدم الملبي لتمحات مكونات المجتمع البحريني في تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر عبر تعزيز أطر التوافق الوطني بصورة متوازنة لتحقيق المصلحة الوطنية الجامعة وتستوعب هذه السياغ مخرجات التجارب السابقة وتدرك متطلبات المستقبل المنشود بخطوات راسخة في مسيرة التطوير الوطني الشامل للدولة ونظمها ومؤسساتها في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدح في ظهر الله ورعا وبعد عقد الاجتماعات الثنائية مع جميع الأطراف السياسية لاستكمال حوار التوافق الوطني حول المحور السياسي والسلام المرئيات من قبل جميع الأطراف وتحليلها ومناقشتها تبين أن ما يمكن التوافق عليه من قبل جميع الأطراف لاستكمال هذا الحوار وإمكانية تطبيقه من خلال القنوات الدستورية هي أو هو كالأتي الدوائر الانتخابية أن تكون الدوائر الانتخابية أكثر توازنا وتمثيلا للمواطنين تعزيزا وتأكيدا لاستقلالية اللجنة العليا للانتخابات ثانيا السلطة التشريعية تعيين أعضاء مجلس الشورى سيكون وفقا للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي أن يتم وضع ضمانات لعدم تعطيل العملية التشريعية من حيث الإرادة التشريعية أو الفترة الزمنية إمكانية توجيه السؤال لرئيس الوزراء ونوابه ومساءلة من يحمل حقيبة وزرية تشكيل الحكومة يكلف جلالة الملك رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة بعد إجراء المشاورات التقليدية حول الوزرات غير السيادية يجري رئيس الوزراء المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة ويعرض برنامج الحكومة والتشكيل على مجلس النواب لنيل الثقة ويكون تشكيل الحكومة شاملا للوزرات السيادية الأربع يشترط لنيل برنامج الحكومة ثقة مجلس النواب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على برنامج الحكومة في المرة الأولى إذ لم يحز البرنامج على ثقة مجلس النواب يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله بعد التشاور ويعيد تقديمه للمرة الثانية ويشترط لرفض التعديلات أغلبية أعضاء المجلس إذا رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه برنامج الحكومة بعد إجراء التعديلات عليه يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله مرة أخرى بعد التشاور ويعيد تقديمه للمرة الثالثة وإذا تم رفضه عد مجلس النواب منحلا وتستمر الحكومة القائمة في تسير أمور الدولة لحين انتخاب مجلس جديد وفقا لإحكام المادة 64 من الدستور السلطة القضائية الاستعانة بخبرات دولية لتطوير السلطة القضائية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الاستمرار في تعزيز استقلالية القضاء في إطار الدستور والقوانين المعمول بها الأمن للجميع إن الأمن مسؤولية الجميع ويتعين على الكافة احترام القوانين السارية في المملكة ونبد العنف والوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب والتخريب كما أن للمؤسسات العسكرية ضوابط صارمة لأعمال الشروط والواجب توفرها والتي حددها القانون في كل من يلتحق أو يستمر بالخدمة فيها والتي هي من أهمها ضرورة الامتناع عن العمل بالسياسة واحترام الانضباط العسكري والتقاليد والأعراف العسكرية للحفاظ على كرامة ومكانة شرف الخدمة العسكرية